نبض علي 18 يوم بيفصلونا عن الانتخابات النيابية بستة ايار بلبنان وعشرة ايام عن الانتخابات بالخارج المشهد اختصرته امبارح الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات تزايد بالانتهاكات ووزراء مرشحين يمعينون باستغلال نفوذهم تزايد دور المال السياسي مرشحة حزب الكتائب عن المقعد الماروني بعلاي تيودورا بجاني منرحب فيك اليوم معنا ببرلمان 2018 مارسي جوزيفين اليوم شو رأيك هل بتوافق الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات بالشيء اللي سجلته مبارح بتقريرها هل عندكن مثلا وزراء مرشحين يمعينون باستغلال نفوذهم بعلاي بشوف نحن بالديرة اللي عنا إياها علي شوف في عنا وزراء مرشحين وهيدا المشهد عم نشهده على الأرض للأسف عم بيكونوا وزراءنا عم يستعملوا مثل ما عم نشوف السيارات الحكومية بحكم جولتهم الانتخابية عم نشوف هلأ كمان المشاريع اللي كنا نطرينا من سنين هلأ بآخر شهرين عم بتحقق بالضيع وبالمناطق كان بيبدنا أنه نشوف هودول القصص عم يتحققوا من 2009 لل2018 قبل الانتخابات بس هلأ اللي عم بيصير على الأرض أنه عم نستفيد من قصة الانتخابات لحتى نقدر نحقق هودول المشاريع لحتى نكون بمطرحة من أية صوته للمواطن بيقضاء علي بالتحديد للأسف أنه عم نشهد على هيدا الشيء على أمل أنه هيدا الشيء يكونوا كل العالم عم ينظروا له من مطرح ما لازم يكون عم ننظر له حقيقة يعني هيدا الشيء لازم توضعوه برسم هيئة الاشراف على الانتخابات صح خصوصا تجول الوزراء خلال جولاتهم الانتخابية بسيارات علي نمر وزير يعني شيء مش مقبول هيدا الشيء صح مرفوض هيدا الشيء مرفوض وخصوصا أنه عم نسمع من العالم أنه أنا هيدا الإنسان اللي عم يجي يعمل لي زيارة انتخابية أنا عم بتفعله حق بنزينادور حتى يوصل لعندي على البيت لي العالم عم بيكونوا بعين لكل هودول القصص هيدا الشيء اللي بيخلينا نحس أنه إيه صوت المواطن بالجبل ما راح يكون مقاياة صوت المواطن الجبل الحر قادر يكون هو عم بيعبر عن هيدا الشيء واتكالنا هونيك اتكالنا بهيدا المطرح على أمل عن جد نقدر نغير هالصورة النمطية لعنا إياها ولكن حسب حديثك كل يوم عم يتمنى أنه يكون يوم انتخابات أو مرحلة انتخابية يعني يعني أحلامهم عم تتحقق بها الإياه يعني ياريت تقريبا كل سنة كل سنتين بيكون في عنا انتخابات نيبية لحتى نشوف تواجد الدولة عن جد على الأرض عنا بالمنطقة لحتى نقدر نشوف هالمشاريع اللي يمكن صلنا سنين عم نطالب فيها عم نشوفها هلأ حقيقة على الأرض عم بتصير قبل الانتخابات بشهرين مهم ما تصير بس مهم بعد الانتخابات كمنا نقدر نكمل بهوضو القصص ما يكونوا هول القصص بس كرمال نحنا نقيد صوته للمواطنين نكون لا عم نقول له نحنا موجودين حدك ورح منضل موجودين حدك مش بس ناخد صوتك ونوصل هيدا الرسالة اللي لازم نوصلها يعني الورشة ورشة كهرباء اليوم عندكم فوق ورشة مشاريع زبادي الكهرباء في عنا مشاريع على الأرض عم بتصير في شي تربوي كانين في شي تربوي بالمنطقة عنا تربويا كان بيودنا يكون هيدا الشي عم بصير بس تربويا مش من مصلحة انه يكون عنا بعلي منترك هذا الموضوع لشوف يكونوا عم يحكوا عنه تيو دورة بالجاني عم بتردي دي القضية أكبر من مقعد نيابي القضية شوفها ازا بالنسبة لك قضيتنا اليوم منا قضية مقعد نيابي قضيتنا اليوم هي انه نحنا نكون عم نعمم نهج جديد بالسياسة نوصل نهج جديد على البرلمان نوصل نهج اصلاحي نهج سيادة نهج انمائي لانه نحنا هونيك رح بيكون شغلنا منا قصة مقعد بالزايد او مقعد بالناقص منا قصة ربح او اخسارة نحنا يلي بدنا يربح بدنا المواطن اللبناني يربح اخر تنهار مش نكون نحنا كاشخاص عم نوصلوا عم نربح هذا الشي اللي عم نجرب نعمله والكتائب هذا النهج اللي عم بتجرب بتوصله على البرلمان وهذا الشي كمان نبين من خلال التحالفات اللي عملناها وخصوصا بدائرة العلاي والشوف انه نحنا عم نجرب نوصل هذا النهج على البرلمان نفعله عن جد بقلب البرلمان ويكون حقيقي نحنا نكون عم نقدر نوقف ونحكي مرتحين نوصل نحسن انمائيا نحسن اقتصاديا نحسن الوضع سياسيا لانه هيدا الشي اللي رح يخلي البلد يتحسن ويقرب لقدام اليوم انتو من اكبر الدوائر من حيث عدد النواب 13 مقعد عندكن خمس نواب موارنة واربعة دروز كيف بتشوف اليوم المعركة بيزول وجود ست لوائح هلأ المعركة عنا بدايرتنا علي شوف تعتبر من اكتر اكبر الدوائر اللي فيها عدد مقعد عم نحكي عن 13 مقعد عم نحكي 13 مقعد في عنا ست لوائح نزلين على الارض هيدا الشي كل ياللي بيبين لنا عن جد بيبين لنا عن قداء العالم متعطشين انه يكون في عندهم تمثيل حقيقي نحنا قبل معودين على صورة نمطية باللوائح عنا بيعلي شوف بيعلي كنا قبل بس اللي هلأ عم بيصير انه لأ عم بيكون في عنا ست لوائح هيدا الشي عم بيبين عن قداء العالم عن جد بدها تقدر توصل ومن خلال هيدا القانون اللي ترك لنا مساحة معينة صغيرة انه نقدر نحنا نخرق فيها نقدر نكسر الصورة النمطية اللي موجودة عنا بيقضاء عليه وهيدا الشي مبين كمان من خلال تواجد المجتمع المدني على اللوائح يعني نحنا في عنا ليحتان للمجتمع المدني ليحة كتائب احرار مجتمع مدني مستقلين بوجه ليحتان للسلطة كرمال هيك نحنا عم نجرب نكون عم نعلي الصوت عم نقول للعالم طلعوا صوته لانه هالمرة صوت كون قادر يعمل الفرق كنا قبل نعاني من فكرة التهجير يعني خلى الشباب يقعدوا ببيروت ويقولوا انا اذا طلعت صوتت ولا ما صوتت ما يلي رح يوصل رح يوصل صوتي ما رح يعمل فرق هالمرة صوتنا قادر يعمل فرق هالمرة قادريني نغير هذا المعايا اليوم عم بتخذ عبر صوت لبنان برلماء 2018 الناس يطلعوا يصوتوا صح طلعوا صوته بقوة طلعوا صوته لمشروع طلعوا صوته لشخص مامنين فيه ننسى قصة زعيم ننسى قصة اشخاص على قدما نكون عم نصوت لمشروع نقدر نعرف انه هيدا الشخص اللي عم نعطيه اتمن شي عنا عم يشتغل كرمالنا ورح يشتغل كرمالنا هيدا الرسالية اللي بدنا نوصلها ننسى قصة اشخاص نوصل مشاريع على البرلماء قدامت وعيني يكون الحاصل الانتخابي بهيدا الدائرة تقريبا الحاصل الانتخابي عنا بين 12 ونص و13 ألف رح بيكون عنا بالدائرة بدي انقل انا وياك لأسألك عم بتقومي بجولات ميدانية على الارض دور تو دور مثل ما بيقولوا عم بتخبريني انه في كتير تجاوب معكن هل عم بتلاحظي انه النبض نبض تغييري نبض علي تغييري بامتياز هيدا يلي عم نشهده بجولاتنا كل يوم على الارض عم بيكون في عنا جولات بكل المناطق عم جاري بنقدر قدمى فينا نغطي مساحة الكضاء كله عم بيكون النبض تغييري بامتياز عم نحس قدي العالم عن جد متعطشين للتغيير وناطرين مين ينزل على الارض ويسمعون للأسف كنا بمنطقة رشمية وهيدا الحادثة كتير أثرت فيه كنا بيبات عم نزور مادام اللي قالتلي يا قالتلي لاك يا حبيبتي اخر مرة حدا نزل عنا على الارض كان تانيو السيبة بـ 72 كتائبة هل قد نحن في عنا بعض بين العالم يلي عم يوصلوا على المركز النيابي وبين الأرضية يلي هي عن جد متعطشة لوجودهم ولتواجدهم بعيد عن قصة التفونة بعيد عن قصة العزوات بعيد عن قصة الواجبات لا نحن ننزل على الارض حقيقة نسمع صوتنا للعالم نشوف شو احتياجاتهم فعليا لأنه هناك تقلنا مش تقلنا وقت نوصل على المقعد ونقعد ويصير في عنا هذا المركز بالنتيجة هذا المركز موجود لخدمة الناس وهذا الشي اللي لازم نحن نشتغل كرمال فهموا القانون الجديد مستوع بينه وصل لعندهم حدا من أجل التسقيف الانتخابي نحن عم نوصل لعندهم لحتى نحكي أولا عن مشروعنا الانتخابي لحتى نوصل نحن ليش نزلين بهذه المعركة ولحتى أكيد على أول شغلة نكون عم نشتغل علي قصة القانون الانتخابي بكل جولة بكل بيت عم ناخد معنا اكسامبل عن اللويح لحتى نوصل للمنتخب للمقترع أنه أنت رح بيكون في عندك هو دول اللويح وأنت هيك لازم يصير هيك لازم تصوت بهذه الطريقة لحتى العالم عن جد يقدروا يعرفوا أنه كيف يصوته كيف قليته التصويت لأنه هون هيدا اللعب كتير مهم منهار الانتخابات خصوصا بالقانون الجديد يلي هلأ موجود هيدا مطرح كتير مهم نحن نقدر نوصل للعالم كيف يصوته لحتى كل إنسان عم يعطي من صوته وعم يعطي هيدا الشيء يكون عم ينصب صح حيكون عن جد عم ينعطاله الوزن يلي لازم ما يروح مثلا يتصوت غلط أو شيء نقدر نوصل صوتنا مطرح ما بدنا نوصله تقبلوا فكرة عدم التشتيب لأنه هيدا عم نلاحظه بيسألوك يضغر إنه وين الانتخابات ديمقراطية ما فينا نحط اسم ما فينا نشيل اسم هيدا دايما سؤال إذا بقلك بكل بيت عم نسأله بكل قاعدة عم نسأله هيدا سؤال يلي مننطره منهم متقابلين فكرة عدم التشتيب بس نحنا يلي عم نجرب نوصله انه هلأ الشخص اللي رح منكون عم نصوت له ننسى انه شخص نحنا عم نصوت لليحة اللي عم نصوت له رح بتكون حاملة مشروع المشروع يلي عم تشتغل كرماله الليحة بدنا نشوف نحنا ايا ليحة عنده مشروع بيشبهنا ايا ليحة مشروع عم بتحاكي هموم المواطن عم تقدر تكون عم بتغطيله كل احتياجاته ونحنا بالصوت التفضيلة هيدا الصوت يلي بتكون تعطوه نسوء انه لهيدا الشخص نسوء انه لهيدا الزعيم نسوء انه للانسان اللي عم يعملكون خدمة لا نحنا نكون عم نصوت لهيدا الشخص اللي معه مشروع شو مشروعك لقلي انت شو رح تحقق لي انا عم بعطيك صوتي صوتي كيف رح تستثمره بالبرلمان وين رح توصله طب انا بعد اربع سنين عطيتك صوتي شو رح بصير وعم ندعي العالم كله انه الشخص يلي بيوصل بعد اربع سنين نحاسبه ينكون عم نرجع نرجعه لمطرح ما هو بيستحق يرجع ينكون عم نحاسبه منطلعه بقلب منفوته نرجع على قلب البرلمان هيدا شغلة كتير مهمة نقدر نعمم هيدا السقافة لانه اذا عممناها رح نرتاح كلنا مستقبليا رح نقدر نضمن حالنا انه عم نجدد بالقبى السياسية الحاضرة وعم نجدد بالمشاريع وعم نجدد بالروح بالبرلمان تيودورة بجاني مرشحة حزب الكتائب عن المقعد الماروني بعلي حكيتي عن مشروع للائحة عم نشوف اللوايح تفتقد الى مشروع لانه القانون فرد يجتمعوا مع بعضهم من اجل الحاصل الانتخابة انتوا ملاحظين في تشرزهم ولا متماسكين كلكم سواء مع بعضكم كيف وضع ليح تكونوا حول اي مشروع لتقيتوا نحنا اولا وقتا تكونت هيدا اللايحة اللايحة مكمة كونة من كتلة اشخاص عنده نفس الرؤية عنده نفس المشروع عنده نفس التروحات هيدا اهم شغلة انه نحنا عن جد ما لتقاينا كرميل حاصل انتخابة ولا لتقاينا كرميل مقعد نيابة ولا لتقاينا كرميل طموحات شخصية نحنا الشخص اللي بده يوصل من هيدا اللايحة رح بيكون عم بيمثل كل اللايحة رح ننسى انتماء ورح ننسى هو من اي مطرح جاية قد ما رح منكون عن جد عم ندعمه كرميل نحنا تكون هيدا اللايحة وصلت صوته حقيقة معينة على برنامج معين هذا البرنامج اللي كلنا عم نحكي فيه يلي هو هم المواطن اللبناني نحنا ما جينا كرميل حاصل انتخابه على قد ما جينا انه الشخص اللي بده يوصل من مكان يكون نحنا نوقف حده ونكمل المشوار معه لو من برات البرلمان نقدر ندعمه كل واحد بمنطقته من خلال جولاتك على الارض لشو بيتعطش اهالي علي اهالي علي بيتعطش لوجود الدولة لانه بغياب الدولة من عنا لا عم نشوف مشاريع انمئية لا عم نشوف مشاريع اصلاحية ولا عم نشوف عنجد دور الدولة بمنطقتنا عم بيكون غايب نحنا متعطشين لوجود الدولة لانه بغياب الدولة عم نرجع للزعيمات وهيدا الزعيم عم بيكون بمطرح عم بأيض لنا هيدا الصوت الحر يلي نحنا بدنا نكون عنجد عم نحطه مطرح ما نحنا بدنا نحطه نحنا كرميل هيك عنجد عم ننادي انه نقدر نحنا نشوف الدولة على الارض حاضرة بمشاريع بطرحات بقصصة برؤية مستقبلية للمنطقة ككل لأن منطقتنا فيها كل المكونات فيها أراضي زراعية فيها مناطق صناعية قطاع الخدمات فيه يكون ناشط قطاع السياحة فيه يكون ناشط عندنا كل شيء بس بدنا وجود دولة وبدنا خطة كاملة متكاملة لهذه المنطقة لحتى تقدر تمشي مثل ما لازم تمشي وقدرين أنه النمية للمنطقة وقدرة تكون من أجمل مناطق في لبنان خصوصا أنه منعرف أنه الجبل هو منطقة تنقصد من كل العالم من كل العرب بالتحديد لحتى يصيفوا عنا عنا كل هالمقاومات بدنا ندعمهم بدنا وجود الدولة حدنا لحتى ننسى الزعامات ونقدر نتكل على دولتنا يعني بدي أنطلق أنا وياك للأولويات عنديك لدى دخولك إلى البرلمان بسبعة أيار بعد الانتخابات من وين تيودورة بجاني رح تبلش في موضوع كتير بيعنينا نحنا كشباب وهذا الشي لازم عن جد نكون عم ننظر له وعم نعرف كيف بدنا نحله موضوع الإسكان بانك الإسكان يلي حاليا موقف القروض ويلي حاليا بيقولوا لنا أنه القروض للألفان وتسعة عشر لترجع تجي بس نحنا منا أكيدين من هيدا الموضوع ويلي رفعوا الفوائد لنسبة ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين بالمية وقلصوا النسبة من ثلاثين سنة لعشرين سنة طب نحنا وقتا منتطلع أنه في عنا الشاب اللبناني يلي عم بيجرب يأسس حاله يلي عم بيجرب يعمل عائلة يعني هيدا الشاب اللبناني ده فشولهم شريعه منموم خمس سنين لقدام نحنا بدل ما نكون عم نسبت شبابنا بمناطقهم بديعهم بلبنان عم نقلهم روحوا تهجروا وشو عم نعمل بالمقابل عم نجيب المادة خمسين يلي صارت تسعة واربعين هلأ في لغة بين مادة خمسين وتسعة واربعين وعم نقلهم للأجانب بتاعوا سكنوا عنا بلبنان نحنا مسهلين لكم كل شيء لتسكنوا عنا بلبنان بثلاثمائة ألف دولار بتاخد تقدر تاخد شقة وهيدا الشقة يلي رح تاخدها بتقدر تعطيك سك ملكية وهيدا السك الملكية بيعطيك إقامة نحنا عم نسعلى حتى نسبت كل الأجانب ببلدنا بالوقت اللي عم نقلهم للبنان ضب شنتك وروح لبرة مستقبلك مش هون يعني هون انت إلى جانب النائب سامير جميل البطريات كلماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بارح بقول أبعد عنا لرئيس الجمهورية هذه الكأس المرة صح لأنه نحنا إذا بدنا نكون عن جد عم نبني دولة بدنا شباب يكونوا موجودين ما بدنا بقى نصدر طاقاتنا لبرة ما بدنا نحط طاقات برة بوقت اللي نحنا عايزينه نهون ليش نحنا كل شغلنا بده يكون لحتى نبعد الشاب اللبناني من بلده لحتى نقوله أنه تكون ضمانته أبشع جملي معقول نسمعه وهيدي اللي دايما نسمعه أنه أنا شو بدي آخر تنهار نصار مصار باسبورة أجنبة بتجي السفارة بتسحبني سحب ليش بد يكون هيدا واقع الشاب اللبناني بالوقت اللي نحنا عم نضمن لكل الأجانب يجوا ويقعدوا ويتثبتوا بالبلد وبعد فترة زمنية يطلبوا الجنسية وبعد فترة زمنية بيصير في عندهم حقوق معينة بالوقت اللي المواطن اللبناني اللي عم بيطالب بأبسط حقوقه من طبابة من استشفى منا من تعليم من كل شي ما عم يقدر يحصل عليهم ليه ما بدي يكون شغلنا عن المواطن اللبناني وبدو يكون دايما حساباتنا لبرة هيدا نحنا الصورة اللي بدنا نوصلها عن بلدنا هيدا الشي اللي بدنا يلا أنا كصبية عن جد بشتغل ليل مع نهار لحتى ضل بهيدا البلد بدي حس انو أنا دولت بمطرح عم بتقدر هيدا الشي وبدي يعني اني ضل هون وعم تعمل مشاريع لحتى ضل هون مش عم تعمل مشاريع لحتى حيالة ثانية تقل لي أنا تفضلي روحي لبرة عندك شهاداتك عندك كل شي بس مش مطرحيك هون مطرحنا هون باقيين هون بدنا نحارب تنضل هون ورح نقدر نحنا بكل القوة يلي عطينا إياها نوقف بوجه هيدا المادة ونسبت الشاب اللبناني بلبنان وبي منطقته بي بلدته عنا بالجبل لحتى نقدر كلنا نعيش مع بعضنا مثل ما لازم نقوم بهيدا البلد مثل ما لازم هون بدي أسألك قدي بتنطلقي بهيدا المشروع اللي مفكرة فيه من مشروع حزب الكتائب 131 عنا الحل هلأ بعتقد رح يصير اسمه مشروع 132 لأنه صارت إضافة المادة 49 ضرورة لإله حرب هيدا المادة ضرورة لإله أنا رح سميمت المشروع 132 إذا بيسمح لي رئيس الحزب وأنا رح خبرك شغلي هيدا المشروع دايما منقول هيدا منه مشروع انتخابي على قد ما هو حلمنا ببناء دولة بتشبهنا ببناء دولة بتشبه الشباب بتشبه المواطن اللبناني أنا بلاقي حالة بهيدا المشروع بكل نقاطه لأنه نحنا إذا بدنا نطلع فيه شايفين مشروع كامل متكامل مشروع منه نقصه ولا شي قادرين نغطي لبنان عنا نبط سيادة عنا نبط بيئة عنا نبط إنسانة عنا نبط اجتماعي عنا نبط اقتصادي كل المشاريع موجودين فيه لهيدا المشروع الانتخابي وكل القصص متكاملة ومترابطة يعني ما فينا نحنا نلاقي حالنا بمادة معينة ما نكون عم نربطها بباقي المواد كلها لأنه نحنا وضعنا بلبنان كله مترابط إذا بدنا نحل شغلة بدنا نحل كل القصص لحتى نحل وضعنا اقتصاديا لحتى نحل الوضع اقتصاديا بدنا نحل الوضع سياسيا سياديا إذا بدوا ينحل الوضع سياديا قادرين ريحنا نحنا من ميل الاقتصادية رح يجزب لنا الاستثمارات هون من شان هيك نحنا منقول أنه نحن وضعنا كله كامل متكامل هذا المشروع لأنه وضعنا كله مطرابط بقلب بعضه اقتصاديا يقال أنه البداية هي محاربة الفساد شو رأيك بكيف نحارب الفساد في لبنان؟ أولا بدنا تكون محاربة الفساد مش شعار بدنا ننسى أنه محاربة الفساد شعار وبدنا تصير تطبيق على الأرض لأنه نحن منقصف أنه نكون عايشين بدولة مؤشر الفساد السنوي تبعه عم تتراجع هي فيه منقصف أنه نكون عايشين بدولة محسوبيات بدولة بتفحرحت الفساد من كل ملفاتها نحن يلي بدنا إياه بدنا دولة مؤسسات حقيقية بدنا دولة قادرة تطبط التهرب الضريبة بدنا دولة قادرة عن جد تكون عم تحقق مشاريع تكون كل مشروع قادرة تمسكه ما نكون نحن نعتلهم أنه رح يكون فيه فساد معين فيه لا كل يلي بدنا إياه وكل يلي منطالبه أنه بيه وزاراتنا بيه مؤسساتنا الدستورية بيه كل شي بيه دولتنا نحن نكون بس عم نطبق لقوانين لأنه وقته منطبق لقوانين بيمشي بيمشي هيدا الترانب تمشي سكة الترانب صح مطرح موفروض تمشي ومنوصل بالأخير لمصلحة الماطن اللبناني يلي هي منى شعارنا يلي هي منه بس حكي يلي هي شغلة عم نشتغل كرميلة كل يوم وهيدا الشي عم بيبين من خلال عن جد عملنا على الأرض وهيدا دي سالية اللي بدنا نوصلها ما تكون محاربة الفساد شعار تطبق بعد سبعة أيار نشوفها عم تطبق حقيقة كل إنسان حمل هيدا الرأي يطبقها حقيقة بالبرلومة ومطرح ما بدو يوصل أكيد لأنه الفساد كمان بيأثر على الموضوع التربوي بيأثر على الموضوع البيئي نعرف شو صار عنا بالملف النفايات مثلا شو تعليق كيف بتشوفي معالجة هالملف الشائك يلي منتخبط فيه من سنين وهلأ بكرة رحت يصدر بحرنا ملوس من جراء النفايات نحن هلأ قدمين لموسم صيف مطرح ما كل العالم عندهم هيدا النفذ البحري يلي بيروحوا عليها يتغنوا فيه بحرنا إنه عنا البحر الحلو وعنا الشط الحلو وعنا كل شي للأسف هلأ ولا أي مواطن لبناني قادر ينزل على البحر هيدا الشغل إحرمناها ونحن هيدا يعتبر من تقلنا الاقتصادي بالصيف مضبوط سياحيا سياحيا يعتبر من تقلنا الاقتصادي بالصيف هيدا الشي نحن وقفناه نحن إذا هلأ منتطلع على وقعنا لا سمح الله ميت مرة فينا نعيش بلا عين فينا نعيش ما منسمع فينا نعيش ما منقشع فينا نعيش بلا إيد بلا إجر لا سمح الله ميت مرة بس نحن فينا نعيش بلا نفس نحن هيدا النفس يلي بدنا ناخده حرموه علينا وهيدا نسبة الأمراض يلي عم ترتفع من نسبة الأمراض اللي عم ترتفع من نسبة التلوث يلي موجود صرنا مش عارفين حالنا إذا بدنا ناكل مثلاً أبسط شغلة بدنا ناكل سمك ما بقى الإنسان قادر يجيب سمك على بيته إذا بدنا أبسط شغلة لنتنفس منعتلها مننزل على بيروت ونفتح الشباك بدنا نظلنا متساكرين شبابيك ومدورين لا بدنا نكون عايشين بهذا الواقع بالوقت اللي نحنا فينا نحلو لموضوع النفايات بالوقت اللي فيه لحلول كرماله ليش نحنا بدنا نظل حطين أصابع الاتهام على أشخاص بوقت اللي فيه حلول منطقية قادرين نحنا نمشي فيها هون الاتكال أنه نحنا عن جد نتطلع على هول الحلول نتطلع على هول مشاريع وننسى قصة أنه بس نعير أشخاص ونتطلع على أشخاص لأنه نحنا إذا ما حللنا هيدا المشكلة بعد قدمين لمشكلة أكبر نفاياتنا صارت إقليمياً صارت عن الأبرس رح توصل عند فرنسا وهيدا مشكلتنا أنه نحنا لازم نتطلع على هدول القصص ونعرف كيف بدنا نحلها لأنه ويزارة بيئة لازم تاخد زمام الأمور وتحل هيدا الموضوع قد تقولي لازم يوصل مرشحين شباب بدون تغيير مشان تقدروا فعلا تغيروا قد لازم تكونوا بمجلس النواب متوقع يوصل لعدد كبير منكم؟ نحنا يلي بدنا ييه أنه أكبر نسبة نواب شباب توصل لأنه نحنا كشباب أنا مثلا كذا بدأ أحكي عن تيودورة بالجانب أنا مني طامحة لمقعد نييبة أنا مني طامحة لتيتر معين أنا مني طامحة لكرسي أنا صبية عم حارب كل يوم لحتى ضل بهيدا البلد أنا صبية رافضة أني فيل من هيدا البلد ومثلي مثل كل هالشباب يلي نزين على الانتخابات أنه نحنا عن جد عم منعلي الصوت لحتى نقدر يكون في عنا دور ولحتى نوصل على البرلمان بكتلة نيابية مش أقل من عشر نواب معم بحكي كتائب لأن نكون كتلة نيابية معارضة لحتى حيالنا مشروع عنون نحنا منحسوا ما بيلم يستطلعاتنا أو ما بيشتغل لمصلحة المواطن اللبناني نحنا نوقف بيوجه هيدا الشي اللي صار بعنون الدرائب لو كنا بكرمال قانون الدرائب رجعنا لقينا تاني مرة خمس نواب وقفنا أول مرة بعشر نواب كنا كتلة نواب الكتائب وخمس نواب لقناهن وقفوا معنا لو قدرنا نوقفوا مرة تانية لقينا الخمس النواب التانيين كان وقفة قصة الدرائب وما كنا هلأ نحنا كل يوم عم ندفع حقه لهيدا الموضوع هيدا نحنا يلي بدنا ايه بدنا نوصل بكتلة معارضة حقيقية تقدر توقف لمشاريع هتكونوا فاعلين يعني يلي عم بتكون عم بتطالي المواطن اللبناني ونقدر نطرح مشاريع على الطاولة بتشبهنا نقدر نعرف انه الشاب اللبناني في عنده طموحات معينة يقدر يوصلها لانه للأسف ما حدا عم بيوصلنا اياها بدنا ناخدها بايدنا صارت الشغلة بدنا ننزل على الارض كيف رح تمسل الامرأة بالمجلس النيابة او بشو رح تطالبي له اولا بدنا الطالب كصبية انا كامرأة بدنا نطالب بتمثيل حقيقية للمرأة نحنا نبعد عن كل اشكال التمييز بحق المرأة ان كان بدولتنا ان كان بانون العمل كان بكل شي نقدر نحنا عن جد نعطيها دورة للمرأة ونحنا للأسف انا رح اطرح مشكلة عندك انه بقضاء علي انا العنصر النسائي الوحيد يلي مرشح على اللوائح بقضاء علي بتشوف في عنا عنصر نسائي على اللوائح يلي هن مش لوائح السلطة للأسف لوائح السلطة استحلينا نشوف عنصر نسائي عليهم من بعد ما سكروا علينا بقانون الانتخابات ومعطونا الكوتة هلأ عم بيسكروا علينا بالليستات ومعم بيخلوا يكون في تمثيل للمرأة نحنا بننطرح هيدا السؤال اليوم ليه ليه في هلقات تهميش لدور المرأة ليه ما في سئة انه هي قادرة توصل وقدرة تغني البرلمان نحنا ما رح نوصل لزينة نحنا واصلين كرميل نغني البرلمان واصلين كرميل نكمل دور الرجل واصلين كرميل نطرح طروحات ما كانت عم تطرح على الطاولة واصلين برؤية جديدة خلوني واصلونا يعطونا هيدا الدور لانه نحنا واصلين بجدية وعن جد منقصف انه ما نلاقي تمثيل نسائي بيه مضاء منطقة الجبل يكون في مرشحة واحدة بست لويح هيدا الشي مرفوض وانا رح كون يمكن اول مرشحة بقضاء علي ككل بالانتخابات النيابية يعني رح تدعي كل امرأة تنتخي بالانصر النسائي لحتى ما نخلي بقى حدا يهمشنا لحتى نحنا نقدر نطالب بالمطالب يلي بدنا نطالب فيهم ابسط شغلة تمثيلنا وحقوقنا ووجودنا وكيف رح تمثلي الشباب كشاب بالبرلمان بسبع ايار انا اولا بيحكم انه عمري 27 سنة وبيحكم اني صبية رفضت اني فيلم هيدا البلد انا صوتي رح بيكون لصوت الصوت الشباب بالبرلمان لحتى نقدر عن جد نشوف مشاريع تشبه هالشباب بالبلد نشوف طاقات عم تنشغل مطرح ما لازم تنشغل نحنا مثلا انا كصبية عم جاري بضل بلبنان عم جاري بأسي تشغل بلبنان اول شغلة بيهمني انه يكون في عنا استقرار معين لحتى نقدر نشوف مستثمر بمناطقنا لحتى نقدر نشوف مستثمر ببلدنا نقدر نحنا نريح حالنا هيدا رح بيكون صوتنا نحنا عن جد موجودين حد الشباب لحتى نحكي تطموحاتهم وتطلعاتهم وهواجسهم لانه همه هم الشاب اللبناني وتطلعاته هي تطلعاته وتموحه هو تموحه نحنا هيدا الشيء اللي عم نذكر ماله نحنا كشباب نقدر نكون موجودين ببلدنا في دولة بدهرنا حاميتنا في دولة بدهرنا مأمنتنا كل حقوقنا هيدا الرسالة اللي بدنا نعممها انه ندعي الشباب يصوتوا للمرشح يلي عم يحكي باسمهم وندعي النساء انه يصوتوا للمرشحة يلي عم تحكي باسمهم خصوصا انه في فئة عمرية لأول مرة بتنتخب يعني بعد مرور زمن على عدم إجراء انتخابات نيابية صح في فئة كتير كبيرة رح تنتخب من عنصر الشباب انا من هيدا الفئة انا هيدا اول مرة رحكون عم صوت بالانتخابات اول مرة رح تصوتي وترشحك وترشحك شو كان الدافع ورا ترشحك وهل بتشجع الشباب لنختم حلقتنا اليوم ببرلمان 2018 الى الترشح بدعي كل شاب وصبية انه نحنا نكون عنصر يلي بده يغير نحنا نكون موجودين على الارض نحنا نطالب بحقوقنا نحنا نطرح لمشاريع على الارض نحنا نشوف الرؤية نحدد الرؤية يلي بدنا نروح فيها بدعي كل شاب وصبية نكون عنجد نبض التغيير بالجبل نبض التغيير بكل لبنان لانه اذا احنا معملنا هاك ما رح يصير في ولا اي تغيير حقيقي بدعي كل شاب وصبية يطلعوا يصوتوا يطلعوا يعطوا صوتهم يشوفوا مين بيشبههم مين عم يحكي بطموحاتهم مين عم يحكي بيمشاريعهم ويصوتولوا هيدا الشي هالي سالي اللي بدنا نعممها انه نحنا عنجد يكون في عنا وجود حقيقي كطاقات شبابية لهيدا السبب انا ترشحت انا بلشت معركت اذا بديك تقولي معركة انتخابية بلشت معركة الانتخابية من الـ 2015 واتقررت انه انا ما اخد فرص عمل برات لبنان دل بهيدا البلد وانا اذا بدي دل بهيدا البلد بدي حارب كل يوم كرميل هيدا البلد انا عملت بهيدا التطحية بدي ضحي زيادة كرميل هيدا الموضوع وكرميل هيك انا فدت بهيدا بهيدا المعترك السياسي اللي هو يعتبر شوية يمكن مش معوادين انه يكون في عنا هالنسبة شباب بعمر العشرين عم ينظروا على الانتخابات انا فت بهذا المعترك السياسي لحتى قدر عن جدكون عنصر من العناصر يلي بدون يغيروا لحتى ما قعد بالبلد ونق انه ما في كهرباء ونق انه ما في فرص عمل وشوف كل يوم القصص يلي عم بتصير قدامي والفساد يلي عم بيصير قدامي والصفاءات يلي عم بتصير قدامي وضل انا قاعدة وبس عم شوفهم من برة لأ بدنا نفوت من جوة قادرين نغير من جوة هيدا القانون قادر يسمح لنا نخرق بدع كل شاب وصبية يدعمونا لحتى نكون نبض التغيير الحقيقي بالبلد وينتخبوا بستة ايار وينتخبوا بستة ايار مرشحة حزب الكتائب عن المقعد المروني بعليتي يودورا بالجانين احنا منتمنى لكل التوفيق وتدخل البرلمان بسبعة ايار لهون بينتهي لقاءنا اليوم ببرلمان 2018